الزلزال الأخير الذي ضرب غرب العاصمة الجزائرية بقدر ما كان نقمة على العائلات المنكوبة بقدر ما تحول إلى نعمة على الكثير من السكان الذين تضررت مساكنهم حيث شاءت الأقدار أن يرث هؤلاء قطعاً أرضية بقيمة خيالية بالإضافة إلى استفاداتهم بمساكن الملك الذي كان عنده رزق وعنده في شيء أخرى ما بدينه لش بلدية بلغين التي تعد مركز الهزة الأرضية الأخيرة اضطرت إلى هدم تسعة بنايات لكن كل هذه البنايات هي ملك للخواص متضررون من الزلزال رفضوا مغادرة منازلهم رغم تشكيلها خطراً على حياتهم لأنهم يرون أن ترحيلهم إلى شقق صغيرة يعد تعويضاً مجحفاً في حقهم الزلزال الأخير خلف أيضاً واحد وثلاثون بناي متضررة صنفت في الخانة الحمراء بباب الوادي اضطرت البلدية لهدمها لكن هذه الأراضي ليست ملكاً للبلدية رئيس مجمع المهندسين والمعمريين عبد الحميد بوداود قال إن المواطن الذي يملك عقد ملكية للبناية التي كان يقيم بها عشرة العائلات المتضررة جرى ترحيلها البعض مازال يرفض القرار اعتقاداً منهم أن ما حصل عليها لا يعوضه على المسكن الذي كان يقيم فيه في انتظار أن يحصل هؤلاء على ضامنات كافية بشأن مصير القطع الأرضية التي خلفتها عملية إزالة البنايات المهددة بالسقوط اشتركوا في القناة